إيران لا تبالي بالقوانين والعراف الدولية في انتهاكها لسيادة جريها العراق وقتل مواطنيه ولا تبالي أيضا في الوقت نفسه بمصلحة حلفائها الذين يقودون الدولة العراقية ولا تهتم بالحرج الذي تسببه لهم إذ يظلون في نظرها مجرد منفذين لسياساتها وحراسا لمصالحها حتى وإن تناقضت بشكل صارخ مع مصالح البلد الذي يحملون جنسيته استهداف الحرس التوري الإيراني لأربيل بقصف صاروخي وضعق والإطار التنسيقي أمام تناقض جديد محرج كون تلك القوات تعتبر من جهة قائدة للدولة العراقية بعد تشكيلها لحكومة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وهي من جهة مقابلة حليفة لإيران المعتدية على سيادة البلد وسلامة أراضيه ودآبة الأحزاب والفصائل المشكلة للإطار على التنديد بقوة للعمليات العسكرية التركية والأمريكية داخل الأراضي العراقية باعتبارها انتهاكا للسيادة وتهديدا لأمن البلد واستقراره لكنها وجدت نفسها مع تنفيذ إيران لقصفها مجبرة على الصمت خلف الموقف العام للحكومة والذي يتناقض مع موقفها الحقيقي المساند للإيرانيين في كل سياستهم حتى وإن انطوت على ضرر العراق وشكلت تهديدا لمصالحه الضربة الصاروخية الإيرانية في أربيل عملا استعراضيا يهدف للإيهام بقدرة إيران على الرد لسلسلة الضربات التي تلقتها مؤخرا سواء بمقتل القيادي في حرسها الثوري رضي موسوي أو بالتفجير الذي حدث في مدينة كرمان أو بمقتل عدد من حلفائها من الفصائل في العراق ولبنان وسوريا هل ظلم العراقيون الصدر بانتقاد وصفه للإطار التنسيقي بالقوى التباعية؟